قبل أن نبدأ سوف نتعرف على طريق تربية السلحفاء في المنزل منها اختيار نوع السلحفاء المناسب لبيئة المنزل وتجهيز بيت السلحفاء ودرجة الحرارة المناسبة لها تأمين الغذاء المناسب للسلحفاء الحفاظ على نظافة السلحفاء ونظافة بيتها قضاء بعد الوقت الممتع مع السلحفاء التحقق من غسل اليدين جيدا بعد التواصل مع السلحفاء تعتبر السلحف المنزلية من الحيوانات ذات الدماء الباردة وذلك هو ما يجعلها قادرة على احتمال درجات الحرارة المختلفة وتنظيم درجة حرارتها حتى تتلاءم مع الطقس الصحراوي وتتغذى السلحف الصحراوية على الأعشاب والنباتات والظهور البرية بمختلف أنواعها كما أنها تتغذى على كثير في الأحيان على الصبار والشغيرات الصغيرة وتكون هذه السلحف أيضا بحاجة إلى المعادن التي تحصل عليها بغذاءها على التربة والسخور أحيانا من أجل تربية السلحفاء الصحراوية في المنزل يجب توفير جميع سبل الراحة مع الحرص على وضع الرمال في المنطقة التي تتواجد فيها السلحفاء فقطعتها للسلحفاء في الصحراء على حفر الحجور الرملية على عميقة لحمية نفسها من درجة الحرارة المختلفة كما تعتبر هذه السلالة من السلحف من السلالات التي يصعب الحصول عليها بسهولة بسبب كونها تقوم بالاختباء في أعماق الطربة الصحراوية حيث أن السلحف المنزلية تتميز بعدم احتياجها للماء بشكل كبير لما تقوم به من عمليات تخزين الماء في جسمها حيث تستطيع بذلك تخزين المياه لأطول فترة ممكنة والاستفادة منها فيما بعد في فترات الجاففة التي تمنع السلحف الصحراوية من الخروج من الممكن أن تعيش السلحف الصحراوية لمدة تعيش تصل إلى 100 عام في بعض الأحيان ومن أكثر الأوقات التي تكون السلحفة نشيطة فيها هي فترة الصباح أما عن عمليات التكاثر فتقوم بها السلحفة عندما تضع بيضها على عمر 12 سنطي في تربة رخوة إلى حد ما ومن الضروري أن يتم ترك البيضة مدفونة في مكانها دون القيام تحريكها أو عمل أي إزعي وسوف يفقس البيض في أسبوع من الأسابيع سواء الرابع أو الخامس وحبيت أن أنا فتكم ببعض المعلومات أن السلحفة في البيت بتحب جدا أن هي تقعد في الشمس بالشكل ده لو عندك بلكونة يدخليها فيها بيحبوا جدا أن هما يعودوا في البلكونة وبيطلعوا قديهم ورجليهم ويفرشوا نفسهم كده على الأرض علشان ياخدوا أكبر نسبة كفاية من الشمس وبيحبوا جدا أن هما يأكلوا الخص والخيار في الصيف وفي الشيطة برضو بيأكلوا خص وخيار ولو عيش متقطع لقطع صغيرة بيكون حلوة جدا برضو معيهم بيأكلوا طبعا فيه سلاحف تانية بتاكل الجزر فيه سلاحف بتاكل طماطم بس أنا اللي عندي لأ مش بيأكلوا الحاجات دي بيأكلوا خيار وخصوا وعيش بس مش أكتر من كده ومش بيرضوا يشربوا مية خالص وطبعا لازم يستحموا مرة كل أسبوع بمية دافية ولو عندك مثلا فرشة أسنان تكون مش بتستعملوها تسحموا بيها السلحفة ومثلا بالليل في الشتة بنحب إن احنا ندخلها بنكون عاملين لها بيت كده وفرشينه بأي قماشة عندك علشان تكون دافية عليها في الشتة لأنه طبعا في الشتة بيكون الجو برد جدا عليهم وأول ما الشمس بتطلع بندخلهم تاني البلكونة إنه هما يعودوا فيها ويتشمزوا يعني وعايز أقول لكم إن الحجم بتاع السلحفة ده مش بيجبر يعني فيه واحدة منهم اللي على اليمين دي عندي بقى لها 15 سنة بس هي نفس الحجم وبس كده يربكم فتكم مع السلامة